ايه رأيك باي دكتور وفاق فلنت شفتينه في ناس تقولك محتاج دكتور نفسي انا عجبتني قوي في ناس تقولك لا طبعا تسيبه هو نعمل ايه في الحالات الازاي دي فعلا بصي الطلق صعب جدا بالنسبة للستين انا شايفة انه لو في حد كده جاب فلوس كتير كده ورميهم كده من فوق على مصر هتلاقي انه قص العلم تلت اربعهم اتطلقوا بجان طبعا يعني انت عايزي تعرفي البلد عاملة ازاي انت جوه العيادة النفسية النبض بتاع البلد بيبقى واضحة تلك يا رب ابديله بتاكيفه ويمشي نبض المجتمع اه ان فكرة انه الناس عايزة تطلق وعايزة تنفصل بس مشكلتها الفلوس مع ان احنا نسبت ومعدلات التطلق عندنا علي جدا لا ده هو واحد بيجوزك وغزب لا 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 ده لو فيه فلوس هتلاقيها على من كده جميع طب وبعدين انتوا بتجوزوا غزب يعني بيجوزوا ليه لما هما عايزة عينفصل اي سيد دواس فيها مشكل عندنا ياسمين 19 سنة هل هي مدركة انها دلوقتي بتختار شريك حياة هل هي مدركة هي عايزة ايه ولا مجرد استخرجة من سن المراهقة هي الزوجة عايزة حب وخلاص الزوجة ممكن تبقى نادلة لو سبت جوزها عشان تسجن مخدرات لا اللي بس فيه ناس تقولك ده ما وفيتش جنبه ده مش جدع انت ازاي كده لا يعني لانه حاجة مش كهرية مش جيله من بره ده هو عملها بيده الظروف ويا ستي والظروف المعيشة خلاته يعمل كده يعني انا بأسرع عشانكو انا بأسرع مخدرات عشانكو وما ينفعش أنه يرمي على حد تاني ويقول أنه هو السبب اللي عمل كده ومش عايزة تحمل مسؤولية تصرفاته فأيوة ست لو كانت متجوزة تاجي المخدرات أيوة تمشي وتتطلع ما حستيش أنه أهلها مش راضين أنه ما حستيش أنه هو مش شايل مسؤولية تصرفاته طب وأهلها مش شايل أي مسؤولية أهلها مخطئين طبعا من البداية لأنه موافقوا على الجواز دي وبعد كده خلاص إحنا وافينا على الجوازة وما كناش نعرف الظروف عرفنا الظروف ألف الظروف كبير؟ استحملي يا بنتي وارجعي ويعودي في بيتك يعني فيه أهل في الدنيا يكونوا أسوياء وعاديين شايفين أنه عادي أن بنتهم تتجوز تاجي المخدرات؟ بس أنت شفتي بمرحلة دي أنا أنا هاخد هسألك سؤال أوكي وهنطلع فاصل وارجع أجابه بعد الفاصل أوكي ممكن يكون فعلا زي ما هي بتقوله أنه بياخد حقه الشرعي بالعافية طلع بقى بيتقال كتير أنه زي ما إحنا سمعنا الخرس الزوجي بقى فيه بقى حاجات التوكسيك وكي ووي ووي فيه الإختصاب الزوجي